قلنا فيما سبق وأذكركم فقط بالعناوين العامل الأول عدم رضا الزوج بما قسم الله له في زوجته وأولاده وأرزاقه فيلتفت لغيرها ويتابع النساء هنا وهناك ويلاحقهن ويقتحم عليهن بيوتهن عن طريق المحمول وعن كل طريق يتاح أمامه العامل الثاني من عوامل الهدم تقصير الرجل في حق زوجته وأولاده عاطفيا وماديا وإهمال زوجته وأبنائه وموعدنا اليوم مع ما يوفقنا الله إليه من عوامل أخرى أهمها أهم عوامل التدمير للأسرة التطاول على أهل الزوجة والإساءة إلى أبويها وأهلها التطاول على أهل الزوجة والإساءة إلى أبويها وأهلها قدمت حلقة منذ ثلاثة أشهر وكانت بعنوان أبوك ليس أفضل من أبيها وهذه قدمتها من واقع جلسة جلسة صلح بين زوج وزوجته ورغم تقدم كل منهما في العمر إلا أنني اكتشفت أمرا مهما للغاية يتفق تماما مع المقولة التي تجري على ألسنة الناس من شب على شيء شاب عليه وهذه الزوجة ذهب إليها كثيرون غيري محاولين أن يقنعوها بالعودة إلى بيت الزوجية وكانت ترفض بإصرار لن أعود ولماذا أعود وأنا لا أجد هناك أي في بيت الزوجية لغة المودة والرحمة التي أوصى بها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بل يؤذيني في أبي وأمي وأهلي وأبنائي وأبنائي إلى جواري ما شاء الله تخرجوا في الجامعة أبناؤها تخرجوا في الجامعة بل وأنجبوا إذن فهي جدة ولها أحفادها ومع ذلك لا تريد العودة لما تلقاه في بيت الزوجية من الإهانات اليومية إلى حد أذية أبيها وأمها وأهلها فسألت الله عز وجل التوفيق وأحسنت التوكل عليه والثقة به من فضله وكرمه وذهبنا إليها فكان مطلبها الوحيد لكي تعود إلى بيت الزوجية أن نضمن لها ألا تشتمى بأبيها وأمها وأهلها بعد اليوم تصوروا شرطها الوحيد ألا تؤذى في أبويها وأهلها وبعد أن تقدم بها العمر لم تعد قادرة على تحمل إهانات الزمن الطويل والله إِنَّهَا لَمَأْسَاهِ بِكُلِّ مَا تَعْنِيهِ الْكَلِمَةِ مَأْسَاهِ مَأْسَاهِ نَعَمْ الواحد منا عندما يتقدم به العمر يعني المأمول والمطلوب والمتوقع أن يكون محل تكريم من الناس وأن يلقى لغة التكريم أينما ول وجهه كبير سن أوصى به الحبيب المصطفى خيرا صلوات رب وسلامه عليه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا نعم ويوقر كبيرنا توقير الكبير من أخلاق الإسلام الحنيف بل إن من إجلال الله عز وجل وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن نكرم ذا الشيبة المسلم هذا من إجلال الله هذا عين العبادة لله تبارك وتعالى أن نكرم الكبير ف مطلبها الوحيد ألا تشتمى بعد اليوم ولكننا يعني حاولنا وأخذنا العهود والموافق على صاحبنا وكان في معياتي ألا تهانى هذه السيدة وألا تؤذى في أبويها وأهلها بعد اليوم فلما أعطيناها وعدا وعهدا وميثاقا هان عليها الأمر وعادت إلى زوجها أعزها الله وبارك الله لها في أهلها وصحتها لأنها جبرت بخاطرنا أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى أخلاق الإسلام العظيم كما علمنا إياها سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء ليس هذا من أخلاق الإسلام أبدا